أكد رئيس عبد الفتاح السيسي أهمية العلاقة الاستراتيجية ما بين مصر واليونان مشهدا بالتنسيق والتعاون ما بين الجانبين في مختلف الموضوعات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الآلية الثلاثية مع قبرص جاء ذلك خلال استقباله وزير خارجية اليونان جورج جيرا باتريس في اجتماع منفصل مع عدد من المسؤولين المعنيين وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الافريقية استقبل السيد رئيس عبد الفتاح السيسي وزير خارجية اليونان جورج جيرا باتريتس وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية صراح المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن وزير خارجية اليونان نقل تحياتي رئيس الوزراء اليوناني إلى السيد الرئيس مؤكدا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في كافة المجالات وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا أهمية العلاقة الاستراتيجية بين البلدين ومشيدا بالتنصيق والتعاون بين الجانبين في مختلف الموضوعات سواء على المستوى الثنائي أو من خلال الألية الثلاثية مع قبرص أضف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول الأوضاع الإقليمية المتوترة حيث حذر السيد الرئيس من خطورة التصعيد العسكري في المنطقة على أكثر من جبهة مشددا على ضرورة نزع فتيل الوضع المتأزم الحالي من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بما يضمن تخفيف الأزمة الإنسانية بالقطاع مؤكدا أن مصر ستستمر في بذل كل الجهود الممكنة لتقديم الدعم لأهل القطاع وإغاثتهم والعمل على تهدئة الموقف وقد اتفق وزير الخارجية اليوناني مع الموقف المصري مؤكدا أن الأزمة الحالية أكدت مجددا الأهمية المحورية لمصر كركيزة لا غنى عنها لاستقرار الشرق الأوسط كما تم التوافق على ضرورة الدفع بجدية وسرعة نحو تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل باعتبارها القضية المركزية في المنطقة والطريقة لإحلال السلام والأمن والاستقرار بها كما اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراعة والستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والعقيد الدكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الاجتماع تناول جهود الدولة لتطوير تعاون الزراعي مع القارة الإفريقية بما يتسق مع التوجه لدعم أليات التكامل الإقليمي وزيادة مرونة القارة أمام التقلبات الاقتصادية الدولية والاستفادة من الأدوات القرية لتعظيم الاكتفاء الذاتي بالقارة وحماية الأمن الغذائي حيث اطلع السيد الرئيس في هذا الصدد على التحديات التي تواجه الاستثمارات المصرية العامة والخاصة في القارة ورؤية الدولة لسبل دعم تلك الاستثمارات وقد وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بالعمل على تعزيز الاستثمارات المصرية في دول القارة الإفريقية في العديد من المجالات وخاصة الاستثمار الزراعي والمناطق اللوجستية والأنشطة ذات الصلة مثل التصنيع الزراعي مشددا على آطاء الأولوية للقطاع الخاص المصري لزيادة تنفيذ مشروعات التعاون في هذا الصدد ووجه سيادته بقيام الحكومة بدراسة وإعداد الآليات المناسبة لخفض المخاطر المتعلقة بالاستثمار وتقديم الدعم للمستثمرين بما يحقق المصالح المشتركة لمصر وأشقائها في القارة الإفريقية